طيب من ضمن الأخطاء التنظيمة اللي احنا شفناها خلاص بقى الأخطاء التحكمية عرفنا ان كانت المشاكل اللي موجودة في لجنة حكام خلاص خلصت لان اللجنة مشت على قل يعني رئيس اللجنة ورئيس لجنة التقنية اللي كان موجود الفاتر فاتك لسه فيه كمان اتنين تلات اعضاء ان شاء الله هيمشوا الفترة الجاية بعد نهاية الموسم لكن مع لجنة الحكام الجديدة ان شاء الله بنتفائل او متفائلين ان الفترة الجاية يكون افضل على المستوى التحكيم لكن فيه اخطاء بقى تنظيمة كانت موجودة المباريات المضغوطة انا اتمنى ان الرسالة دي توصل لكل مسؤول عن القرى في مصر الفريق اللي بيمثل مصر في البطولة الافريقية لما يوصل نهائي ده بيشرف القرى المصرية يعني الست سنين اللي فاتوا الارقام اللي حققها الاهلي في دوري ابطال افريقيا تحديدا لولا نتائج الاهلي ما كانش حد شاف على مناصة تتويج اي فريق مصري خلال الست سنين اللي فاتت فبالتالي لما الفريق النادي الاهلي يوصل للنهائي في السنوات السابقة اكتر من مرة ما يقابلش ده بقى بالضغط في المباريات المحلية وما نشوفش بقى اتفاقات انه نلعب مباريات ضغط كتير عشان لما الفريق التاني المنافس بتاع لما ييجي يوصل يلعب المباريات المحلية يتضغط زي ما نتضغط اتمنى فيه سيستم حسب بسمعة انه تم الاتفاقة بين ربط الاندية المصرية مع ربط الاندية المحترفة في الامارات على هذا الاساس والسيستم ده يتعامل جدول الدوري من اول اسبوع لغاية اخر اسبوع يتحدد فيه كل الظروف حتى لو انا وصلت نهائي اعرف لو انا وصلت نهائي هتتأجل لي كم مباراة وهتضغط في اي فترة والموسم عاي انتهي امتى ده مهم جدا حتى في علم التدريب عشان لما جاء استعد للموسم ابقى عارف امتى الفترة هيكون فيها مباراة مضغوطة وامتى الفترة مش هتكون فيها مباراة مضغوطة وبالتالي كان اكتر نادي يتضرر من الموضوع ده كان النادي الاهلي يوصل نهاء افريقيا ويشرف الكرة المصرية ويبقى المسؤولين عن الكرة المصرية كلهم موجودين في المباراة النهائية وموجودين حتى في منصات التتويج لان الاهلي وصل الناس لانها تبقى موجودة على المنصة وبالتالي لما ارجع بلدي والعرف الدوري المحلي وقتها اتمنى ان الكل يبقى مساعد وبيساهم ان المنظومة اللي بتنجح وبتشرف مصر على المستوى الافريقي على قل قدر من العدالة يكون موجود فيه جدوى المباريات في الفترة اللي جاية ومنشوفش اللي حصل خلال السنتين اللي فاته